إذن الناس اليوم ومن خلال الاتصالات والرسائل اللي كانت توصلوا بها الناس بغاوا يعرفوا شنو هي الأسباب ديال هاد النقص الحاصل في الكتب المدرسية وإحنا يراكم بنا شهر تقريبا ومبقين تلاميذ اليوم كيمشي وما عندهم مش يعني ملقاوش الكتب هو الإشكال اللي كان من سبيل هذا العام هذا هذا عام ستنائي بجميع المقاييس لأن أولا كانت المطابع كانت لإنتاج محلي لأنه تمدنا على المطبعات اللي عندنا في المغرب تانيا هو أن تحرير ديال الكتب المدرسي اللي يوقع هو أن مجموعة ديال العناوين مجموعة ديال الكتوب اللي قلت عائق قدام تتمس بالمطبعات ولو كترت الكتوب كترت المطابع كترت العناوين كترت هذا دونك ولك يشكل واحد العائق بنسبة لهذا العام هذا حتى بنسبة الكتوبة ولو كل عام شلو استتنائي أسد ياقوبي هاد السنة هاد السنة جات مع انتخابات وجات مع البونديمي وجات مع الدولة فرضات على المطابع أن يكون طبع داخل المؤسسات داخل التورب الوطني يعني بتحال هذه كنا كان المستوى لهذا كنا كان طبعوه في أوروبا كنا كان طبعوه هذا يعني كان كان سورده الكتاب مش كان سورده ولكن كيتطبع في الخارج وكيدخل لهذا يعني ما كانش عبء على المطبعات المغربية أنها كان لك تطبع قليل وهذا داخل التورب الوطني مي هاد العام هاد كان سيدنا كانت انتخابات اللي تال ما طابع كانت كتتحول لينموسيم دياله هاد كانت كتطبع الأحزاب هاد وكان مشكل وكان مشكل ديال كتب كان مشكل ديال ديال أن الدولة فرضات على الناشرين أنهم يطبعون هنا في البلاد من أجل وشكتوب أنه اليوم يعني الناشرين المغاربة يعني غير مؤهلين أنهم يعطينا الاكتفاء ذاتي أنهم يطبعوا ذلك شيء اللي خاص نحن في البلاد ماشي كالإشكال اللي كان هو القرارات اللي كانت تتخذ تال آخر لحظة لأنه باش نوجد أنا نعطي الأمر بالطبع داخل التورب الوطني حتى تقريبا الفترة اللي تعطات ما كنش بزاف لأنه منفش كان نهضره مثلا نفش حنا كنا كان عدنا لقاء مع المدري ديال المناهيج وكان عدنا لقاء مع الناشرين تيقول لك أن الناشرين يعني في فاتك يقول لك أننا كنت تعطينا فترة اللي هي قصيرة للطبع ما كنتكفيناش أننا نوجده الكتاب المدرسي أنه يتوفر في يعني داخل الفترة المحددة للطبع وهذا يعني يلمشينا في واحد طرح غلقوا أنهم عندهم الحق لأنه فاش كان نجي ولأنه علش ما كتري يجيش وزارة وزارة تربية الوطنية وتعطي البناليتين الناس اللي متخلفين واللي ملتزموش بالطبع داخل الأجال المحددة لذلك يعني هي يا متواطعة مع أفاد مسألة هاي